يا عمر من الطفولي يا عمر من الطفولي رزع فينا الأحلام رزع فينا الأحلام يا عمر من الطفولي يا عمر من الطفولي رزع فينا الأحلام رزع فينا الأحلام ماذا؟ عجبك البيت؟ بجني تصور بعمل إلي حد هلا ما مضيت فيه يوم كامل لما تبيعه؟ مصريياته أحصى لها الشريف أنا ما تعودت أحصل على شيء وفرد فيه ما تأخذني في المباك اللي مثلك يفكر يشتري بس اللي مثلنا هتفكر يبيع إنولد اللي أعجب زوءك مش رح يعجبني وإنت مش عم تفكر تغير بيتك مش عم يقدر غيره إنت بتعرف حياتي أنت من غيرك حي سليم أنا 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 أنت أنا أنا شوزتك اليوم يا رامي إي أنا أنا لم يا إي شو عاملين بحارك اليوم يا لم يا خي سليم نعم أنا 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 جاية أطلب الأرض منك ولو يا رامي شو أنت غريب لا بس يعني أنا بقصد بقصد يعني جاية أطلب إدلامية نعم حي سليم يا رامي أنا ولم يا من حب بعضنا وبدنا نتجوز ما بقى فينا شريف ما بقت شريعني من هاللحظة البيت صار ملكك اي بس يا كريم بايت تكببوا اسم نادية باسم كارين باسمها كنتحول واللي من تبيع بايتك تدفعلي وبقبلهم مهما يكون اكيد نادية وكارين ما رح يقبلهم بس وديدك دقناهم شريف صار لازم يكون عندك بايت يليد فيك لك شو بدك بيقلك يا رامس لا يا ابن العم كرمال ايمتكون ما بقبل إلا عرس مطنطن ما بتطلع من بايت خيا إلا عروس معززة مكرم وإنتي شو رأيك يا سبت لنيان يعني لما نبيحكو رجال نسوين تسكت يعمر دينك يا بنت الأصل والأصول طيب يا خي أنا ما دمان أزاكين درايكم بس رأيي انو ما انتقل خلي القضية أهلية حالية اوك يا خي اللي بيشرب النهر مش هيخص بالساقية عرس وعرس على الأصول ما بدنا نخلي الناس يحكوا علينا وينتقدونا بدنا نعمل وجباتنا مع كل الأصحاب والمحبي على أكمل وجه بس ما نقوم نقع بمشكل يا رامس أي مشكلة مين بدنا نعزم؟ إذا عزمنا هيدا ومعزمنا هيدا بيزعلوا بيخدها في عطرهم وإذا عزمنا فلان ومعزمنا فليتان لك شو بدك باشتغلي الله يرضى عليك مشكلة واجعة برص أنت عالمين عم تلمح يا سليم أنا مش عم تلمح على حد أن الله يرضى عليكي ليه بأختي بدك أعزمها من هلأ لازمت عايز اه؟ بعمر عيونك بس أنت متأكد أن الجوزة رح تخليها تجي الدعوة بتتوجه للكل وأنا بنفسي بنزل بعزمون والباقي هنا يوم اه؟ بس أنيك شخص غيريها ما تنرزيلي وياخد على خاطرك إذا ما عجهو جينا بابا؟ ليش قعد هون؟ أكيد نطرنا عم بتأمل بهالدني وأحوالها ليش خاطيها الآن؟ سيقبت بابا تعرف إنك شغلتي لي بالي بوعدك مابا أرح أشغلك بالي مش حلوة بنت لوحدة تجي بهالوقت ما جيت لوحدة ما تجو وصلني مين جو؟ ولو ابنه لا سنين بطلت عارفو ما تكوني نزعشت لأنه تجو وصلني لهون لا مش لأنه وصلك لهون بالضبط بس عم فكر لوين ممكن توصله اتنينيتك بابا أنا خبرتك تجو شو أصدو ما حاولت تمنعي وتصديه وتنهي الموضوع بابا ما بدي اتصرف معه هيك لأنه ساعتها بفكر إنه أنا بعرف شي ما بدي خبره ياه أو ما بدي ساعده بعدين جو شاب بيحترم حاله بيعرف حدوده مضبوط أكيد أكيد وأنت قد الحملة وبزيادة وما بينخفل عليك بابا إنت عندك شي ضده لجو؟ لا لا أبدا شاب كتير كويس وقالله يخليه لبي طيب أنا رح فوق تغير التيابة طيب أنا رح فوق تغير التيابة طيب أنا رح فوق تغير التيابة شكرا 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 بيتي وين؟ تركتنا جو شو عم تحكي؟ متل ما عمل لك تركت الشرق غريب طب عرفت عقيا بار راحب؟ لا جو ما عدت شي لا عدت ليش تركت ولا لوين راحب أيت متى تركت؟ من شي تلتية وانت ما حاولت تتصرف فيها؟ بلا تلفنت كزا مرغى على البيت ما هتعرف تبالك يا تلفونا مشهور؟ بجوز واو شاولينا الحيو ما بعرف حدا من أصحابنا ستنها لعبنين جايب مشاريع هلا اتفضلوا وبعدين المفياجة أبا جاكي ايدي رقم تلفوني اذا اتصلت فيها او هي اتصلت فيك خليها تعرف تكرم عاكل حال انا بكرا رح جرب امرو علي ما اتعرف ستروح لعن بيتي ليه؟ لانو بيتي تركت البيت من يومين هيك قالولي الشيران جاكي انت بتعرف شي وعم تخبي عمي؟ لا لا واحد يا تبجي اجا كل شي باعرفي طيب تعم المعروف توضح لنا الموضوع لو سمحت؟ شو هو اللي بدي وقت؟ ها البيت؟ كيف وكيف اشتريته؟ من وين المصاري؟ مش معقول انت تذكري كي بيروح لبيت؟ البيت لشاب صاحبه اشتريه مش ثلاث اربع تشوكي بديو تجوز فاكسة الجيزة تبعيته ووراق معروزته فقرر ربيعه يرجع يسافر اه ونحنا من وين معنا مصاري؟ نقدر نشتري هاك فيلا انا ما دفعت ولا فرانك صاحبي الله منا معلاه ومن نعايز قل لي خوض البيت وقعد فيه وبس اتبيع بيتك ادفع لبصرياتي قدمك انا مش ركبي براسي هالقصة بكرا بس اعرفكم على صاحبي التركب شو كرم؟ شو 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 اهلا اهلا بالعريس شو الخبرية الحلوة ها؟ جو كيفك؟ انت كيف؟ شو هالجخة ايدا يا راميز بدلة وكرافات شي حلو؟ يا اخي كرمان العروس ما بيسوا نبقى مبهدلي معك ها ليك؟ ما بدك توصايها؟ بدك تدرلي بالك على العروسها انت عم توصين يا جو ما بدنا وسطك حتى عمتك تطول بالي علينا ماندي مون جور عم اهلا حرفتني؟ لا من غرشان مين حضرت اه انا روني زمير جينا بالجامعة ها ايه ايه كم انت اللي كنتي عمتها رحت يكون قتلة و جينا وصلت لك اعتذاري ما بعرف يمكن تكون قلتلي على كل حال عم انا جاي اعتذر منك مباشرة واشرب معك في الجين قهوة اذا ما في مانا اه ها هيدا حاج امليد اوادي يا اهلا وسهلا فيك تفضل يا جينا جينا ايه 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 صحيح روني ما تخذني يا روني لا حتب على العمل ولو يا عم البركة كلها فيك واشالا ما تكون اخد فكرة عاطلة عني من هديك المرة اول الحقيقة يومتك كانت تصرفيتك مش كتير لي روني بونجور جينا اهلا روني في شي اه لا عبدا فجأتني بزيارتك بجاي اشرب معكم فنجان قهوة اكيد ما في شي روني جينا شو بك المستغربة بجاي اعتذر من بيك وعملكم زيارة كيف بتحب القهوة كيف ما عملتها رح تطلع حلوة بس ما تقوم تتفاجأ السبب الثاني باك شيلوني لا ابدا شوية انفعال السبب الثاني انه انه بدي قلك انه انا مو عجب بجينا و اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 هاي اللي شغلت انا اللي اخترتها وانا واحدة بتحمل لتايجها بس اللي بحسه انا انك ما اخترت يا برضاك اشتركوا في القناة شو عم تحكي جينا خلي الاشياء الحلوة تبقى لنا ذكرى ذكرى كأنك عم ترغل المستقبل وتبقي عايشة بالماضي بلحظة لا صارت من الماضي ولا صارت من المستقبل جينا نحنا بعد ما بلشنا حتى نتوقف عند الحد ما بدي عيش حلم يمكن يصطدم بالواقع وتكون الصدمة قوية حلم جينا الحلم كان بالنسبة لقلي حلم واليوم جسد لحقيقة قدرين نعيشها سوا هل حلم الناس بقلي الطفل صغير خلينا نربيه ونراها تيكبر وتكبر ساعدتنا فيه جينا انا اليوم بحاجة لقليك انت اغتيتنا ايها بليز ما توقف بوجه ساعدتنا بس بقى كان يزور حاجك لحقني الحب الحب شو الحب كذب كبيري بيصط وراها الناس حتى يوصل لغياتنا تبقى عم بتقول للوحدي بحبي شوية بتدوسها انت وعم بتدور وبراسك في شغلة واحدة وبس قيم توكيف تكتوقعه انت واحد معقد ما ااخد لك عقلك الا السكس ما تفكر بالبنات الا من هالناحية يا الله هلأ صار اللي بيحكي الحقيقة انسان معقد واللي بيجاري بيخفي عقده عن الناس انسان منفتح وهو بحضيته بيكون جبلة عقد اه والله فإذا ان احنا كلنا معقدين انت واحدك طبيعي ما هيك بيكافتي بيكافتي نيزار هلأ بكتقلي انك انت بتحبه لارانا اه 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 اكيد كيزاد ليه انت اللي هيك لانك لو كنت بتحبه ما كنت بتركه دورا غيره كنت قدامنا كنا بس لمحطة النوري بكرن طار عقلك وطلع الدم عراسك وما عطارش وبدك تعمل سكوت سكوت نيزار ما تبقى تحكي عن غيره هاي شباب اه بعرفكم باندري مرحبا شباب نيزار مايك حضرتك قل لازم اتصل فيك شدد دي ترقابي علينا كتير اللي صار صار وانا بتحمل المسؤولية الجماعة تصلوا فينا بدون نضاعة خلال شهر ما بيقبل وايت اخير وبيرفضوا العبار كيف لازم نتصرف مين سليم عامر كارين مونزور كارين شو بتعمل هونجون شتقتلك يه والله شو اللي فوقك علي ولو انت بتنتصي بسهولة اوه مرسي على التنسيما هيدا الحقيق كيف رجينا ما بعرف شو يا الكذبة ما بعرف لاني مش عم شوفها ومش كذبة ولو ما كل نهار معك بالجامعة ومش عم بتشوفها انا كل نهار بالجامعة وهي كل نهار برات الجامعة مع جو هاي تشل حكيها كارين الماما عايزيتك في كم غرض اتنزليهم معا اي اوكي شو لو انا عم تزقكر هالغراض اشترينا بيت جديد وعملين قول مبروك بقدر ساعدك بشي ام ايه تقدر اوكي بس انت طلبي اقمرك لو لا طلبت لبن العصفور بيحضر وبدون متاكن بس تطليعك غمزة لكزة من هالعين تاني اللي بيتبحوا دبح ايه بلد تجليط وتفشيط ما انتو رجال كلكون هيك بالاول وبس تصير المرة ببايتكم بتكتر طلباتكم بتطير كل اللي واقود فما تحلم كتير وخليك عالارض وما تخليني احلم معك احلم نوعا وانلي احلم عالارض بتقع المشاكل ايه لي عم تقولي هاي كلامية انا رامز رجالي بيلحق كلمته وبيوفي وعوده انا بسمحلك من اليوم رايه هتواجهيلي هاي كلام ابدا من اول الطريق ولا اخرة لايك بلشت تعمل الرجال من هلا وبلشت تقطك تطلع علي شو تفكرني طبوسة لبسينة بتاكل عشاي لا حبيب لا 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 ابدا ابدا انا ماني هيك وازا بدك واحدة هيك في كتير غيري روح فتش عغيري يلا الله معك لك يا عمي شو حكينا ما بعدنا عم نقلك شو ما طلبت بامري لاش عم تقلبي الحديث هيك يا كلم يا هكيا يا جماعة متنا بنرجونا بتكن تغيري يا عميك يلا 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 جرسك يا راميز بهدلتنا قدام خيه هيك بدك كم ساعة لنا مع بعض قولك انا حاسس بالوقت لا يلا يلا الحقني الحقني يلا لا عمي شو واقحة مين اصدق رانا لا انا قال شو جاي بكل برورة اعصاب و جاي بالمسيح وتعرفنا علي واقحة اي شو فيها متل ما انت بحقلك هي كمان بحق الله تظهر وبتعرف وتنبصك مع غير شباب انا ما قلت لا بس ما تعملها انكاية بتضل احسن واصدق منها والله لا بقى لانه هي عم تلعبها على المكشوف قدامك و قدام الكلب بينما انت جربت لعبها من ورا دهرة وعلى كل ان ازا زرانا عم تعملها شي مجرد انكاية فابتهش لانه معنات البنت بعدها بتحبه شو حبوب هراني حبت ايده معنا ما تتاخذي من المظاهر نادية هذا الصابق اللي فترة عم يلحق على كرن وهي قتم قطع موسط ايه شو بتضخم الامور انت ما بتشوف بالناس الا العاطل ليش شو بو بتلمي الجامعة مهزة ام تحبو عروني موسط اشتركوا في القناة 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 اعتذركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة او لك شهدته مجروحة لا 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 بالعجس كان عم بيحكيها بكل صدق وانت بتعرف انه بيك بالقطع الطاية بصراحة قال لي انه معجب فيك قديمة هاي بابا لا لا مش بها المعنى حكيها عن جد الصبي حيقته له فكر فيك بابا بس انا مفكر فيه نادية تقبلت الوضع؟ با كلك فكر كله تمام كارين كيف ها؟ تمام تمام ما عجبني هالربط في شي؟ لا لا ماكشي منه يهمني اعلم اخي في شاب مش حالة لعنى وقلو مدي عم بلحقه باعرف بش اكيد انت ما بينخاف عنك شي ابدا كارين باك كارين شو ما وفى منه؟ حدا لا مشيت بس انا لصا مش عايش بيت لا 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 ابدا بس تعرف انه كارين صوية حلوة وهو الشاب هاقته مش هي وانت بش قادر توضع حد لهالشي؟ باعرف كارين باك انا ما بقدر زر كتير على كارين بعدين نادية هيقيتها عجبها الشاب وانا خايف ما تقوم تلعب بعقليتها لكارين ونكون خلصنا من قصة معلق قصة تانى وانت برايك شو الحل؟ الحل عندك كارين باك علا عندي انا جاهز بكرا اختب بكرا اتزوج المهم انتو تكونوا جاهزين باعتقادة كارين ستاوي ومش باقي بقى الا خطوة ايجابية منك بقصد طلبة رسمية اذا بعدك ناول انا ناول بس لازم تعرف اذا انا طلبت طلب اليازم يتلبى تضمنح الشي تسعين بالمئة تسعين بالمئة تسعين بالمئة مش كيفي مئة بالمئة لما تتاكد ما الشي تانى خطوة كسب تسعين بالمئة تسعين بالمئة تسعين بالمئة تسعين بالمئة شكرا